من جميع ألوية المنطقة الجنوبية بات في حكم المؤكد أن سيف الإعدام رفع عن رقاب 73 جنديا يمنيا كما سبق أن هدد بذلك أسرهم في أبيا جنوبي البلاد مسلح تنظيم القاعدة ما لم يتم إطلاق سراح عشرات من معتقل التنظيم في السجون اليمنية تحرير هؤلاء الأسرى لم يكن بفضل عملية عسكرية بل نتيجة وساطة قبلية كانت وصلت إلى أبيا برفقة عشرات من أهالي الجنود الأسرى ووفد حقوقي وصحفي يطالب الأخوة في أنصار الشريعة الإخراج عن الأسرى والمعتقلين إلى وجه الله هذه الصور التي بثها ناشطون على شبكة الإنترنت لما جرى في أبيا تؤكد ليس سقوط أجزاء واسعة من المحافظة تحت سيطرة القاعدة فحسب ولكن تحول تلك الأجزاء كما يقول صحفيون ومراسلون إلى نموذج مصغر مشابه لأفغانستان طالبان ما قبل الغزء الأمريكي لها العام 2001 مسلح ما يطلق عليهم أنصار الشريعة وهو الإسم المحلي لتنظيم القاعدة يسبغون المنطقة بصباتهم أعلامهم ترفرف في كل مكان حتى اسم مدينة جعار تحول إلى إمارة وقار ومحافظة أبيان إلى ولاية أبيان كما أطلقوا عليهما أبيان اليوم وبحكم الأمر الواقع إمارة يحكمها مسلح القاعدة وعلى طريقتهم في تفسير وتطبيق أحكام الشريعة السكان هنا مغلوبون على أمرهم وألاف منهم لا يزالون مشردين في محافظات مجاورة يتجول مسلح القاعدة وزعمائهم هنا بطريقة استعراضية تماما فما تبقى من قوات الجيش المرابطة في المحافظة لا تشكل مصدر خوف لهم خصوصا بعد الاستيلاء على جزء من عتادها ومواقعها وسلاح الطيران اليمني وحتى الطائرات الأمريكية دون طيار لتتلو تضرب بعيدا أهدافا منتقاتا كما تقول السلطات من زعماء هؤلاء المسلحين المتخفين في أغوار الجبال وبطون الصحار البعيدة لكأن أحدا إذن لا يعنيه وضح حد لهذه الفوضى الأمنية العارمة في أبيان لا ألوية الحرس الجمهوري ولا قوات مكافحة الإرهاب جيدة التسليح والتدريب الأمريكيين ولا قوات الجيش المنشقة فأغلب تلك القوات والألوية يتمركز في العاصمة الصنعاء ومحيطها رهنا بتطورات الصراع السياسي على السلطة أما أبيان فقصة منشحة لإعادة إنتاج نفسها في أكثر من محافظة واحدة أنور العنسي بي بي سي في أكثر من محافظة واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر